مرحبا افاكين زانا قولد افاكين ورجعت معكم في فيديو جديد قبل ما نبدأ الفيديو تنسى تعمل الفيديو بلايك اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ما تنسوش انكم بتعمل تحليقاتكم الحلوة اسفل هذا الفيديو انا متحمس كتير 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 لهذا الفيديو وفرحان كتير بتقديم هذا الفيديو. فيديو اليوم فيديو اسطوري. فيديو حيخليك انك بتكون سري بالكراوز. فيديو مسابقة عيد الفتر مع قولد افاكين. لما بقول مسابقة عيد الفتر مع قولد افاكين راح تفوز بالكثير من الكراوز. انا مش بحكي على ميت كراوز ولا خمسين كراوز ولا ميتين كراوز ولا خمسة ميت كراوز. انا بحكي على ثلاثة الاف كراوز وتوصل لحتى عشرة الاف كراوز. راح تفوز بهم يوم عيد الفتر. فقط انك تابع الفيديو للاخير وادعمنا بلايك وشارك الفيديو مع الاصدقاء. المسابقة هتكون سهلة سهلة جدا. هقول لكم على كل شي ان شاء الله في هذا الفيديو. كيف تشارك وكيف تضبط المسابقة متعتك وكيف تدخل معنا في السحب. ان شاء الله راح نفوز خمسة من الناس بالكراوز. كراوز. ايوة بالكراوز الكثير والكثير من الكراوز. يعني الكراوز اللي حتفوز بها حتعملك ستايل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة في لعبة افيكيلايف من الشعر الحد الحذاء بالكراوز من اغلى الاشياء الموجودة في لعبة افيكيلايف. ما بحب اتطول عليكم كتير اصدقائي. اذا تحب انك بتشارك معنا. لازم انك بتدعم الفيديو بلايك. وتعمل تعليق اسفل هذا الفيديو. تابع الفيديو للاخير خطوة بخطوة. خليني لا اطول عليكم المقدمة اصدقائي. خلينا انمر لشرح المسابقة اعيد الفتر مع جارد افيكيلا. وما تنساوش جارد افيكيلا يديكم. لا خوف عليكم. وعدنا معكم اصدقائي بعد الانتروي ما اعملش لايك يعمل لايك واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة. خلينا نبلش في المسابقة اصدقائي مع بعض نقطة بنقطة. اول شي انك تدخل حسابك في لعبة افيكيلايف وتلتقط صورة كابل. صورة كابل يعني شو بالضبط? صورة كابل انه بيكون شاب وبنت. مش بالضرورة انه بتكون البنت حبيبتك ولا الشاب حبيبك. تقدر حتى انه بتغيروا الشخصيات المهم بتكون كابل. اوكي? بتختار مكان حلو بتوقفوا جن بعض وبتلتقطوا صورة في لعبة افيكيلايف سهلة جدا. اوكي? بعدين راح ننتقل للانستجرام. اوكي? دايخدوا الصورة اللي احنا تلتقطناها خاصة بعيد الفتر ما بيهم المكان ولا اللبس. المهم كابل كابل اللي معنى بيه انه اثنين اشخاص. يعني بنت الشاب. يعني مش مهم هو شاب بتيقدر يغير مثال بنت اذا عنده معناها بنت صديقته بتحب تعمل الصورة ولا اذا كانت بنت وعندها صديقتها تحب تعمل الصورة تقدر تغير الشاب وعادي جدا انك بترتقط صورة في اي مكان بتحبه في لعبة افيكيلايف وتكون جنب بعض. اوكي? بعد ننتقل الى الانستجرام اصدقائي. اكيد معظم الناس عندهم انستجرام. اذا بتقول لي ما عنديش انستجرام تقدر تعمل انستجرام حتى فيك بدون صورة وبتشارك فيه. وتقدر انك بتشارك بالانستجرام آآ كتير من المرة. تقدر بتشارك مرة واتنين وثلاثة واربعة وخمسة عشان تزيد حضوذك في الفوز. وكل ما شاركت المسابقة مع الاصدقاء وكثره المتسابقين كل ما بيعلى. من ثلاث الاف يوصل حتى لعشة الاف كرانز. سوى اصدقائي بعد ما اخذت الصورة وتخطت على الانستجرام يريد ان انك تدخل على انستجرام الخاص بيل امامكم هذا فيه اكثر من خمسمائة فيه اثنين حسابات انستجرام هناك حساب فيه اكثر من خمس عشرين الف اذاك حسابي ما اقدرش انه انا بدخله فهذا الحساب هو الحساب الجديد اللي عملته فيه اكثر من خمسمائة يريد انك تدخل اسمه جولد نقطة افيكين نقطة يوتيوب. وحتلاقي رابط تمتعه في اسفل الفيديو في اول تعليق ان شاء الله في اول تعليق متابط حتلاقون كل شي رح تحتاجه. تعمل لي ولو بتتكرم علينا تعمل لنا لايك للمنشور الاخير اللي نزلناه الخاص بهذه المسابقة. بعدين بتروح للحسابك وبتعمل مشاركة للصورة تختار البوست هون تختار الصورة انا عملت هذه الصورة رح اشارك فيها معكم عشان بتشوفوا الطريقة بتعمل وبعد بتعمل اوكي بتروحوا هون للوصف رح تنسخوا هذا الكلام. هذا كل الكلام هتلاقونه مثبت في اول تعليق اصدقائي وتلاقوه في الانستغرام بتاعتي. تحطوا كل هذا الكلام في الصورة اللي انتو ما رح تشاركوا فيها. اللي مكتوب فيها مشاركتي في مسابقة عيد الفطر مع جولد افيكين. وفيها كل هذا الكلام ما تنساش المنشن وما تنساش الهاشتاج اللي هي عيد الفطر مع جولد افيكين. والهاشتاج متاع 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 افيكين لايف. وتاخذوها نسخ ولسخ هذا كل الكلام بتحطوه في الصورة اللي ظهر امامكم اللي انتو رح تشاركوا فيها في حسابكم. وبعد ما تخلصوا تحطوا الصورة اللي انتو ما حتشاركوا فيها وتحطوا هذا الكلام. تعملوا له نسخ من اول تعليق مثبت اسفل هذا الفيديو او من الانستجرام الخاص بيا وبتحطوها في الصورة اللي راح تشاركوا فيها اصدقائي في المسابقة. وكل الصور اللي راح تشاركوا بتحطوا هذا الكلام راح تطلع لي في الهاشتاج وتطلع لي في المنشن كمان. وراح اقدر انه انا بشوفها ان شاء الله. والمسابقة اخرها سيكون ليلة عيد الفطر والاعلان على الخمسة فائزين يوم عيد الفطر باذن الله. وراح يكون عبر بث مباشر في قناة جولد افكين. ونعمل المشاركة اصدقائي. ومثلما بتشوفوا شاركت الصورة هيك بالضبط. شوفوا الصورة كيف. انا اخذت صورة اه اه كابل في افكي لايف وشيرتها. وشوفوا الوصف. حطيت كل هذا الوصف اللي حتلاقوه في الانستجرام الخاص بي اصدقائي. وتلاقوه في اول تعليق مثبت. لازم بتحطوه هذا الوصف. وياريت انكم بتشيروا الصورة في ستوري الخاص بكم. وتشيروها مع وتشيروا المسابقة مع الاصدقاء وتشيروا الفيديو وتروريهم طريقة المشاركة في هذه المسابقة لانه كل ما يشارك عدد اكثر. انا راح الاقي كل الصور في الهاشتاك هذه ان شاء الله في المنشر. لانه كل ما يشارك اكثر في المسابقة كل ما يزيد عدد الكراوز اللي راح يفوزوا به الخمسة فائزين. باتوقع انه المسابقة سهلة وسهلة اه جدا. اوكي انا الحين هون راح اقوم بارسال اه بتشيرها على الا في الستوري بتاعتي. هتلاقوها في الستوري كمان. ياريتوا انكم بتشوفوا الستوري. اه تعمل لها مشاركة في الستوري. تكتب عليها هيك عشان بيشوفوها الناس. مشاركة مشاركتي في اه مسابقة عيد الفتر مع جالد افكين وياريت انك بترسلها لاصدقائك. لانه كل ما يزيد عدد المشاركين كل ما يزيد عدد الكراوز. الحين اه تاتة الاف كراوز التوزيع على خمسة فائزين. لو بنوصل الميت مشاركة هتصير عشرة الاف كراوز. وهي كاستقائي نكونوا كمانا شاركنا في مسابقة اه بتاع عيد الفتر. سهلة جدا انك بتاخد صورة في لعبة بتروح الانستغرام بتاعتي بتعملي بتعمل لي على اخر صورة انا نزلتها بتعمل تعليق لو تتجرب علينا بتعليق حلو زيك في اه الانستغرام بتاخد الصورة بتشيرها في حسابك بتحط ها في حسابك بتحط الوصف اللي انا رح حطولك في اول تعليق مثبت وراح تلاقيه كمان في اخر صورة انا نزلتها في الانستغرام عندي وتشارك الصورة هذه ويريد انك بتشاركها كمان في ستوري وبتشارك الفيديو على اليوتيوب مع الاصدقاء وبتشارك المسابقة مع الاصدقاء في الانستغرام لانه كل ما بيشاركوا اكثر ناس كل ما يزيد عدد الكراوز اللي راح يفوزوا بهم خمسة من ناس ان شاء الله يريد كلكم بتشاركوا وتدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس مبروك للخمزة فائزين اللي راح يفوزوا معنا ان شاء الله يوم عيد الفتر وعيد فتر مبارك كنتم مع جولد افكي نشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني باي باي